لو قد ما الموضوع مهم وكبير ما بيخلق الأمر من النكت اللبناني اللي معود يقلو بتناقضات ومشاكله لمسحة شعل ما وقع التواصل الاجتماعي بالنكت المتعلقة بتغيير الساعة بين مؤيد ومعارض للقرار جولة سريعة على أبرز التعليقات الساخرة اللي انتشرت على السوشال ميديا الساعة كنقلة عقربان يديروها صاروا يديروها عقربان أما بالنسبة للقنوات اللبنانية كلمين سجل ساعة غير عن التانية الـ OTV, MTV, LBCI والجديد نقلوا على التوقيت الصيفي أما تليفزيون لبناني المنار والـ NBN فملتزمين بالتوقيت الشتوي ونسيت الناس الأزمة الاقتصادية ومشاكل الدولار وانتقلت نكتة السوق السوداء من المصاري للساعة حيث صار يسجل وقت لبناني العالمي بحسب التوقيت الصيفي ووقت لبناني الشتوي على ليبانون بلاك ماركت أي السوق السوداء للساعة وحتى بالمطار الساعة بتوقيتين وبوقت موضوع تغيير الساعة بعيد عن الطائفية ومتعلق بكيفية اتخاذ القرارات العشوائية بالبلد من قبل طرف واحد أو طرفين متخطيين الأطراف السياسية الأخرى الطابع الطائفة تغلب على الموضوع ومن النكة الانتشرت موضوع تسعير الليرة صار مودة قديمة هلأ صار عنا توقيتين التوقيت المسيحي صار صيفي والتوقيت المسلم بعده شتوي يعني بدك تعرف طيفة حدا سألوا قدي الساعة نحن المبدعون دايما أما بما خص الأشغال فأيضا فيه انقصام بين الشركات اللي اختارت تلتزم بالتوقيت العالمي وبين الشركات اللي رح تستمر بعملها على التوقيت الشتوي صفحة النكة لبانيز ميمز كتبت أنا كشخص لا مسلم ولا مسيحي بكرة حروع الشغل على التوقيت الصيفي وفل على التوقيت الشتوي باختصار النكة والمزح بتخبر سيلي كتير مكتوبة ما بين السطور وبين المنطق والعيش المشترك والسياسي وبين الطائفية والتعصب وتحويل المواقف والأراء شرارة صغيرة إلى معين كتير